أفاد مندوب الوكالة الوطنية اللبنانية للعلام في صور عن تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي لأكثر من مرة صباحا وما زالت الحرائق مشتعلة في محيط بلدتي عيت الشعب وعلم الشعب بفعل القصف بالقذائف وكانت إسرائيل نفذت جولة من القصف العنيف قرابة الثامنة من مساء أمس على محيط عدد من البلدات في القطاع الغربي الظهيرة وعلم الشعب ومناطق أخرى في هذه الحدود ورميش كذلك من الجنوب اللبناني تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم غنوة مرحبا بكي نستطلع منك الوضع الأمني حيث أنت حسين باكي الهدوء الحذر يسيطر على كافة القطاعات الجنوبية حتى قبل ساعتين تقريبا من الآن عند الساعة الثانية عشر ونصف بالتوقيت المحلي عندما كان هناك قصف مدفعي متواصل على قرية عيت الشعب وأحراج عيت الشعب وكان أيضا بعد القصف المدفعي كان هناك إلقاء لقظائف فسفورية أدت إلى اشتعال الحرائق في أحراج البلدة إضافة إلى الحرائق التي اشتعلت يوم أمس في أحراج علم الشعب والتي استمرت حتى ظهر هذا اليوم التي تعمل وعمل الفرق من الدفاع المدني على إطفائها بعد منشدات الأهالي بالتدخل وبعد وصولها إلى وسط المنازل وإلى الطريق العام موضوع الحرائق المشتعلة كان قد تحدث عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان حذر منه من اللجوء إلى سياسة الأرض المحروقة في أكثر من منطقة في لبنان إن كان في كفرشوبة أو مزارع شبعة أو رميش أو علم الشعب أو عيت الشعب هناك أكثر من قرية اليوم يستخدم فيها القضائف الفسورية المحرمة دوليا من أجل ربما بحسب ما يقول خبراء بأن إسرائيل تعمل على حرق هذه الأحراج إن كان هناك تواجد لخلايا أو لعناصر مقاتلة من حزب الله تمنعهم من التواجد وسط هذه الأحراج أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد طالب المفادين الدوليين والديبلوماسيين الذين كانوا قد زاروا لبنان خلال الأسبوع الماضي من مغبت استخدام قضائف محرمة دوليا إن كان هناك فعلا نية لعدم التصعيد في جنوب لبنان حزب الله كما ذكرت كان قد أعلن أيضا صباحا عن مقتل عنصرين من عناصره صباح هذا اليوم ولكن طبعا هذا العدد هو من عدد جوم أمس عادة تكون هناك بيانات لعدد القتلى في اليوم الثاني اليوم لم يعلن عن ما حدث اليوم لا نعرف فعليا ما الذي حدث وإن كان هناك فعلا استهداف لي عناصر من حزب الله أدت إلى مقتل أو جرح يعني عدد من العناصر يوم أمس حزب الله كان قد أعلن أيضا استهداف دبابة إسرائيلية إسرائيل لم تتحدث عن خسائر وسط عناصرها ولكن حزب الله عادة في بيانات عندما يكون هناك خسائر يذكر بأنه هناك عدد من القتلى والجرح بين الإسرائيليين وكان قد ذكر هذا أيضا في البيان الذي وزعه يوم أمس عادة عن ذلك طبعا هناك تخوف من استمرار في حال استمرت هذه الوتيرة من الاشتباكات في جنوب لبنان أن يكون هناك تصعيد أكبر نحو حرب لذلك هناك العديد من الإجراءات الاستباقية التي بدأت حكومة تصريف الأعمال باتخاذها إن كان من اجتماعات لدرس خطة طوارئ بدأتها حكومة تصريف الأعمال أو وزارة الداخلية بالتنصيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية إضافة إلى أن بعض البلديات في قرى محلية اتخذت على عطقها إيجاد مأوى لنازحين كانوا قد بدأوا بالتوافد بالفعل من القرى الحدودية التي خلت من سكانها خاصة وأن مدنيين كانوا عرضة لاستهداف الجيش الإسرائيلي اليوم مثلا قبل قليل هناك معلومات تحدثت عن استهداف بيك أب لشخص لبناني كان ينقل مزارعين سوريين وعمال سوريين كانوا يعملون على إخلاء مزرعة في إحدى القرى الجنوبية تمت محاصرتهم وكانت هناك منشدات للجيش اللبناني والينفل من أجل إجلائهم قبل وقوع إصابات نعم شكرا جزيلا لك زميلتي غنوى يتيم مراسلة الحدث من الجنوب اللبناني